هل احنا كده وقفنا الاستقالات بتاعت النهاردة؟ لا لسه عدوى الاستقالات او الاقلات مكملة معانا بتصيب المراضي كابتن طار العشري اللي بيعلن عن رحيله عن تدريب نادي سموحة بعد نهاية مباراة بيرمتز النهاردة في دوريا المصري اللي انتهى طبعا بفوز بيرمتز بهدفين مقابل الهدف كابتن طار العشري اكد ان هو هيجتمع مع مسؤولين في سموحة بكرة علشان يعودوا يتفعوا على ازاي يتم انهاء التعاقد حيتم طبعا رسال خطاب ليه من النادي لاتحاد الكرة عشان يقال من التدريب او يتم بعد ما يتم يعني الاتفاق على استقالة الكابتن طيب خلونا نروح بقى نشوف ليه خبر طازة جي دلوقتي حالا من نادي سيراميكا كيلو باترة اللي قررت كمان النهاردة جماعة فيه حاجة غريبة النهاردة كله اقالات او استقالات سيراميكا كيلو باترة قررت ان هي توجه الشكر للكابتن احمد سامي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم اكتفت بالفترة اللي اضاها كابتن محمد سامي مع سيراميكا كيلو باترة او احمد سامي كابتن احمد سامي طبعا هزال لكم ان هما ادارة سيراميكا كيلو باترة جددت التعاقد مع كابتن احمد سامي من اسبوع النهاردة بيتبلغوا ان هو شكرا حضرتك مش مكمل معانا ادارة سيراميكا كيلو باترة قلت ان هي اتفقت مع كابتن احمد سامي على فسخ التعاقد بالتراضي في اطار العقات الطيبة ما بين الطرفين ايه كواليس الخبر اكيد حنعرف يعني مش طبيعي برضو ان كابتن ان ادارة سيراميكا كيلو باترة تكون مجددة التعاقد مع كابتن احمد سامي من اسبوع والنهاردة تقوله شكرا فاكيد المنضوع في كواليس طيب خلونا نروح لدي الاسماعيلي علي ابو كريشا او كابتن علي ابو كريشا يعني بيقترب من رئاسة لجنة تسيير الاعمال طبعا نبو كريشا فكت الكرة المصرية الزملة بيقولولي طبعا في الكنترول كيد واحد فيهم اسماعيلاوي او بشجع نادي اسماعيل علي اتحال هو خلاص يعني بيقترب من تولي مسئولية ادارة نادي اسماعيل لمدة ست شهور فترة انتقالية لغاية ما يتم اجراء الانتخبات من المنتظر ان يعلن وزير الرياضة القرار خلال الساعات القليلة القادمة النهاردة اتكلمنا عن الاقالات والاستقالات في الدولة المتحدث لكرة القدم بيحنا كده عندنا فريرة وعندنا طرق العشري وعندنا احمد سامي وعندنا مين كمان يا شباب في حد كمان احنا قلنا طرق العشري وعندنا احمد سامي وإيهاب جلال تمام وقلنا قبل يوم فرير عظيم جدا ده فيما لا وصلوا ايه بالمدراء الفانين الذين اقيلوا او استقالوا اشتركوا في القناة